السلام عليكم ازايكم عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل ايدي الشنطة الطحفة دي او ممكن تبقى احزام كمان هوريكم الخطوات من الف اليه من اول ازاي تركبوها في الحلقة لحد ما ازاي تنهوها في الحلقة وتبقى نفس الشكل بتاع الغرز باحترافية كاملة انا كنت عاملة فيديو لنفس الغرزة دي قبل كده بس بصراحة كان لسه في اوائل القناة فكانت جودة التصوير مش قوي وما كانش ايه اللي شغل على الحلقات انا دعاية محمد ودي قناة في عشق الكروشيه ويلا بينا نبتدي على طول اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي ارقكم في الكومنتات وتعملوا سبسكرايب للشانل لو مكتوش لسه مشتركي هحتاج هنا لحلقات وانا هنا مستخدمة حلقات سهلة الفتح كنت جايباها قبل كده وفي كذا نوع مختلف من الحلقات باشكال مختلفة اختاروا النوع اللي ناسبكو واحتاج ابرة تنظيف وهستخدم ابرة مقاس سبعة مع خيط كليم مكة كنت جايباها من جروب مكة للخيط بصراحة انضف انواع خيط هتلاقوه هحط لكم اللينك بتاع خيط مكة في صندوق الوصف اول حاجة هيز حوالي تلاتين سنتي من الخيط مش هستخدمهم دلوقتي وبعدين هجيب الابرة بتاعتي احطها تحت الخيط بالطريقة دي وامسكها بسبوع كده وبعدين هجيب الفتح القصيرة اللي هي تلاتين سنتي اجيبها قدام الفتح اللي كانت قدام واعملها بالطريقة دي وبعد كده هجيب الحلقة بتاعتي وحطها ما بين الفتلتين بتوعي وهخلي الفتلة اللي هي الطويلة او اللي احنا هنشتغل بيها كانها اه في وضع مستقيم زي الوضع بتاع الحلقة بتاعتي وبعدين هدخل الفتلة دي جوه الحلقة بتاعتي من قدام لورا وخليها تلف من قدام لورا حوالين الابرة وترجع تاني لقدام ودخلها جوه الحلقة كانك بتعملي رقم 8 وبعد كده اطلعها من ورا وخليها تاني من قدام تدخل فوق الابرة وبعد كده ترجع لورا ونطلعها تاني لقدام ندخلها جوه الحلقة كأننا بنعمل رقم 8 بالزبط واحنا بنشتغل بالطريقة تاني ونكررها تاني كمان مرتين هنجيب الفتلة القصيرة نطلعها لقدام نخليها تعدي فوق الابرة نرجعها لورا وبعد كده نطلعها لقدام ندخلها جوه الحلقة بتاعي اخر مره هنكرر نفس الخطوة دي هنجيب الفتلة نخليها تطلع لقدام وترجع لورا على الابرة وبعد كده نطلعها لقدام تاني ما بين الابرة والحلقة وندخلها جوه الحلقة بتاعتنا تبقى الفتلة دي لورا بعد كده انا كده كونت الخمس حلقات بتوعي طبعا لو عايزين تزودوا العدد وتزودوا العرض ممكن تعملوا كمان كزا واحدة هجيب الفتلة بتاعتي القصيرة دي ولفها حوالين الفتلة التانية وهقوم سحب الفتلتين دولت جوه الحلقات اللي انا اشتغلتها هاجي بعد كده الفتلة اللي موجودة على الابرة اللي هي القصيرة دي هقوم اطلعها وهنضفها بعد كده في اخر الفيديو هابقى اريكم ازاي بتتنضف دلوقتي بقى احنا دلوقتي عندنا ما بين الحلقات او الغرز اللي احنا عاملينها دي في خيط في خيطة قدام او فتلة قدام وفي فتلة ورا دي قدام دي اللي انا هشتغل فيها بصوا دي هنا اللي ورا ودي اللي قدام انا هسحب اللي قدام بس في الغرز اللي انا هشتغلها يعني بدخل ما بين الغرزة الاولى والتانية واسحب الخيطة دي واشدها كده وبعد كده ما بين الغرزة التانية والتالتة بدخل اقوم سحب الفتلة دي وما بين التالتة والرابعة بقوم سحب الفتلة دي وما بين الرابعة والخمسة اللي هي اخر غرزتين باقوم سحب الفتلة ما بينه. ولازم تبقى الفتلة اللي قدام بس. هيتكون عندي خمس فتلات على الابرة اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. تاني اوسع على نفس الشغل كده واخليه مرتاح. وادخل ما بين الحلقات الاولى والتانية. واسحب الفتلة الامامية بس. وبعد كده اخش بعدين في الحلقتين اللي بعديهم واقوم سحب الفتلة. والحلقتين اللي بعديهم اقوم سحب الفتلة. واخر حلقتين اسحب ما بينهم الفتلة بتاعتها. هيتكون عندي خمس فتلات اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. هي بسيطة جدا. هي عبارة عن تكرار للسطر دوت. هعملوا معاكم تاني براحة. بسحب الفتلة الاولى. وما بين الغرزتين التانية والتالتة بسحب الفتلة التانية. وبعد كده الفتلة التالتة. وبعد كده رابع فتلة. هنلاقي ان هو تكون عندنا على الابرة. خمس فتلات. اقوم سحباهم مرة واحدة. هما الخمسة. وكرر تاني الغرزة دي لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه. وصلت انا للارتفاع اللي انا عايزاه. للحزام بتاعي او للايد بتاعتي. بس فيه تركاية وانا بشتغل بصراحة. آآ لقيتها هتسهل عليكم جامد قوي في الشهر. وانتو بترتفعوا كده بالابرة دي. لفوا الخيط كده الفوق. خلوا الخيط كده الفوق. يعني اهل الخيطة هون. ودي الخيطة اللي احنا مفروضة نشتغل فيها من جوا هنا. خلوها ملفوفة لفوق كده بسبعكم عشان بعد كده هتسهل عليكم قوي ان انتو تخشوا آآ تشتغلوا في الفتلة دي. خلاص دي بس ايه حاجة كده وانا بشتغل لقيتها. وقلت لازم اقول لكم عليها عشان يبقى دايما الشغل بالنسبة لنا صحة. يعني احنا دلوقتي خلصنا هنا مسلا السطر ده نقوم عاملين كده. طيب انا وصلت زي ما قلت لكم كده المقاس اللي انا عايزة انا قلت بس هوريكم الحركة الجديدة دي. هبتدي اعمل ايه? هسيب حوالي اربعين سنتي من الخيط. وبعد كده هقصه واطلع الفتلة دي برا الغرز ديت. هجيب ابرة التنظيف بتاعتي. وهدخل فيها الفتلة دي. وهبتدي اجيب الحلقة بتاعتي. وهحطها كده قدام الشغل بتاعي. وهدخل الابرة داخل الحلقة دي. واقوم خرجها من الجزئية دي. هاخرر الفتلة من الجزئية دي. اهي شايفين? دي كده اول غرزة باقت شبح اللي ايه? الغرزة دي. وبعد كده هجيب الابرة من ورا لقدام ادخلها في الوراء. وبعدين اخرجها من الحلقة دي. واخرجها دور. يعني انا دلوقتي اهي دخلتها بس هخرجها من الجزئية اللي وراه بالطريقة دي. وتكونت كده معي تاني حلقة. وهدخل تاني جوه الفراغ دوت. وهاجي في الغرزة اللي بعديها. هدخل فيها كده. واخرج الابرة لوراء. وكده تكونت تالت حلقة. هدخل في الابرة تاني طريقة بسيطة و سهلة جدا اهي. واقوم خرجها. خرجها من الحلقة الرابعة. واقوم ما خرجها من وراء. وكده تكونت رابع حلقة وبنفس الشكل على الابرة. واخر حلقة عشان يبقى عندنا الخمس حلقات زي بتوعنا. هدخلها هنا. وهخرجها من الحلقة. الاخيرة. بالطريقة دي. وكده يبقى انا عملت الخمس حلقات بتوعي وايه. وخلصتو. هلف الشغل بتاعي الوراء. هنلاقي الحلقة ديت هنا. هدخل انا بقى انضف الشغل ما بين ثلاث حلقات الوراء. بصوا اهي مش باين خالص ان انا ايه. دخلتها في عني جزئية. بس هي كده مزبوطة وشكلها حلوة. والوش هيبقى شكل وشكل الظاهر على فاجه. وهاجي تاني هدخل في التلات حلقات بتاعة السطر اللي بعديها. دخلها بس كده كده كزا مرة ايه? من باب ان هي تبقى نظيفة وميتقفلك وعيزي. هدخل برضو في الحلقة دي ما فيش مشكلة. وهكررها في السطر الاخير دوت اهم هدخل في التلات حلقات دولة. ممكن انتم بقى بفتلة كده بمبا برضو نفس اللون او فتلة نفس الدرجة. فتلة دي تقوم خياتينها الجوة بس هي خلاص كده مسكت نفسها ويعني صعب ان هي تتفك تاني. فانا هقوم خلاص قصها كده تمام. تمام? هنا كده خلاص بصوا اهي مش باين شكلها وده الوش بتاع الشغل مية مية. طيب هاجي في الجزئية التانية برضو احنا كنا مخرجين الفتلة دي عشان ننظفها برضو وننظفها معاكم واحدة واحدة كده هدخل الخيط جوه ابرة التنظيف. وبالراحة كده هدخل جوه الغرزة التانية والتالتة والرابعة واقوم ايه مخرجوها واحدة واحدة كده حيث ان هي متبقاش باينة. واجي برضو من هنا في الغرزة دي. اهي. تركزوا ان هما يبقوا تحت الغرز بالزبط عشان ايه الخيط ما يتقاطعش. اهي كده. كده تمام جدا برضو نبقى ايه موسعين لنفسنا الخيط كده كده تمام قوي قوي. وكده انا زبطتها. وكده قفلتها تقفيل محترفين وزي ما قلت لكم عايزين تأكدوا برضو بفتلة بنبا نفس اللون خيطوها هنا كده فتلتين بس كده وخلاص يبقى انت كده سبطتي كويس جدا. ده كده شكلها وشكلها جميل جدا بصراحة اتمنى تكونوا استفدتم وما تنسوش لايك وكومنت وسبسكرايب والسلام عليكم.